يا الله سلام عليكم عليكم سلام والإكرام سيدنا حياك الله سماحة الشيخ يحيى بشرون عنكم الله يحفظكم يا رب تقبل عمالكم مولانا العزيز امين امين انا موالي وصديق معكم من مصر وبنحب اهل لبنان واحبابنا نسلم عليكم ونبلغكم باخبارنا صر نحن الموالين في مصر الله يصر الله يطول بعمركم مولانا الله يحفظكم يا رب اللهم صلي انا ارى صورتك وخلفها وخلفها اسم فاطمة اللهم صلي على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الله يطول بعمركم مولانا عزيزنا الله يحفظكم والله عند استفسار سمعت الشيخ يحيى ان كان الامر يوجد عندكم وقت نعم بخدمتكم مولانا هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الامة باسماء الامة الاثنى عشر اسماؤهم مولانا بشكل صريح نعم في رواية نعم توجد عددهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لجابر اثنى عشر نعم بس هذه رواية جابر النبي لم يبلغ الامة بلغ جابر فقط هل هذا تقسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مولانا هل أتدي مولانا في قاعدة احنا في الشريعة المقدسة انه عندما بلغ النبي الاكرم ان خلفائي اثنى عشر او عندي مثلا بعدي اثنى عشر نقيبا يعني عبر النبي انه في اثنى عشر طيب لما وضع الخصائص العامة والامام للخليفة النبي بعدها ما ادفي دقيق يذكر اسماء مولانا اساسا يعني ما ادفي دقيق يذكر اسماء بما انه ذكر القاعدة للخليفة فساعت اذن هذه القاعدة الكلية نطبقها على كل شخص بعد النبي الشيخ ممكن يرد علينا بذلك يا شيخ يحيى يقال لنا مثلا لا يزال الدين عزيزا موليه اثنى عشر خليفة النبي قال الدين عزيز لكن الامام بيستخدمه الطاقية والامام الثاني عشر غائب يعني منذ فترة فالدين ليس عزيز حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم من قريش لم يقل من بني هاشم وبعدين ما مهم بقى لدم قال اثنى عشر خليفة ما مهم ان يذكر اسمهم فممكن معادي يقول لك خلاص ما مهم النبي يقول لنا الصلوات خمس وما يذكر لنا الظهر اربع رقعات العصر اربع رقعات المغرب ثلاث رقعات مش مهم يبلغ بقى النبي مهم انت القياس عندكم باطل اصلا وانت قصت من الاول والقياس باطل فانت لم تستطع ان تثبت اهم رقل من اركان الاسلام وان النبي قصر يا شيخ يحيى استغفروا فضل فضل شيخ يحيى انت اثبت ان النبي قصر عياذا بالله ولم يبلغ الا جابر فقط وقال له يا جابر الا ائمة يبدأون بفلان وهتقابل البقر يا جابر تابل النبي ده اهم رقم ومانودية مثل مانودية بالولاي كان بلغ على المنبر وقال الا ائمة يبدأون بفلان وفلان ترقنا على المحجة البيضاء ليلية كان هارية لذلك سمحت شيخ يحيى كان بعد وموت كل امام كنتوا بتختلفوا لفرقة اخرى عبدالله ابن جعفر الصادق ابن امام جعفر طالما بالامام لنفسه محمد ابن امام جعفر الصادق قال لا وانا كمان ما هي بقى لعبة بقى كل واحد عايز ياخدها لان ما فيش نص فان كان ابناء لا ائمة لا يعرفون من الامام احنا هنعرف يا سمحت الشيخ مولانا عفوا عفوا على الكلمة مولانا انت عم تأسس لمسألة هلا القياس عندنا باطل نحنا عم نقول لا ما بد من قياس مولانا عندنا قاعدة عامة كلية ان النبي الاكرم صلى الله عليه وآله قال الخليفة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصبه الله يقول في القرآن اني جاعل في الارض خليفة لا يا شيخ هذا تفسير خطأ يا شيخ يحيا لان خليفة قوم يخلف بعضهم بعضا لذلك الاية اللي بعدها خلائف الارضي في اية ايضا الله سبحانه وتعالى يقول خلائف الارضي اي قوم يخلف بعضهم بعضا ولكن ليس خليفة انه هو امام منصب معصر هذا تفسير احد التفسير مولانا انتو عم تروحوا للتفسير البعيد نحن عم تفسير قريب للخليفة والمتبادر منه قرفة مش هدل عم تقول لا يا شيخ وهو الذي جعلكم خلائف الارض يعني ايه يعني زي ديات اني جعلهم في الارض خليفة هيجعل ادم وقوم يخلف بعضهم بعضا يا عزيزي انت تقول اني جعل خلائف في الارض واني جعلهم في الارض خليفة هذا قياس مع الفارق مولانا بعدنا ضمن القياس مولانا نحن مولانا خليني خبرك على قاعدة كلية ايضا عندنا فضلا عن هيد الامر عندنا قاعدة كلية ان الكتاب والعطرة هما لا يفترقان يعني نحن اذا اردنا ان نفسر اي 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 اساسا هل نلجأ فقط الى المعنى اللغوي هل نلجأ الى المعنى الاصطلاح المعروف خطأ يا شيخ خطأ انت عارف ليه نعم انت عارف لي يا شيخ لانا الان اخت بس اسمعني زي ما اسمعتك يا شيخ ما عليش اديني عشرين سانية فقط اي اختل اختل افترق الامام اهو كتاب اللا انت قلت ليه افترقان القرآن معي اهو فين العطرة العطرة غايبة بقى لها 1200 سنة طيب نرجع لايه نرجع بقى الاحاديث العطرة ما انتم عندكمش كتاب صحيح هل هذا الغياب مولانا عفوا هل هذا الغياب الذي غاب به الامام الحج الان هل هذا معانيته انه افترقه وهذا اول الكلام مولانا هو صحيح غائب جسدا ولكن ألطافه موجودة مولانا استغفوا هو كالشمس التي حجبها الغيم ولكن يستفيد منها فين ألطافه يا شيخ ألطافه فين وانت من مدرسة ولاية الفقه بيكفرك المدرسة الشرازية اللي هي مدرسة شراء الفقهاء بيكفرك المدرسة السرخة استستاد من المدرسة التفقيقية بيتعن فيكم انتو كلكم عندك الدجالح من حسن اليماني و 12 وزعمة انه رسول المهدي عندك المدرسة الاخبارية يا شيخ يحيا عندك المدرسة الاخبارية ترى انكم كلكم على باطل المدرسة القرمانية المدرسة الاكسوائية فين يا شيخ لطفه بس لطفه ايه بس مولانا اللطف مولانا لا يعني عفوا لطف الإمام لا يعني أنه الناس كله هينبغي أن تكون على صراط واحد مين قال هيدا الكلام وقت زمان النبي مولانا كنت الأمة لا 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 كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فين إمامك دلوقت الإمامك إخباري ولا أصولي الإمام مهدي إخباري ولا أصولي مولانا أنت عم تروح للمصادق مولانا ما الإمام هو عرف الإمام علم الإمام أنه نحن لسنا بمعصومين وسوف نختلف ولكن بالنهاية بالنهاية لابد للإنسان من أن يرجع إلى رواية عن البيت تعالى بقى يا شيخ الله أكبر جامل عالم الإمام أننا سنختلف إمان فين القرآن والعطرة نرجع لمين في اختلافنا قلت لنرجع للروايات نقول لكم تقولوا لا يوجد عندنا كتاب صحيح نرجع لروايات النبي ما عندكمش لروايات النبي كتاب الكافي فيه أكثر من 16 ألف رواية 92 رواية فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم أضعفها البهبودي والمجلس في مرأة العقول تحدث عن كثير منها فإنتم ما عندكمش روايات نقول لما نمسك رواية ونلزمكم بها تقولوا لا يوجد عندنا كتاب صحيح ففين يا سمحت الشيخ يحيا لا يوجد عندكم كتاب صحيح مولانا أنت عم تناقشني أنت عامل برنامج وعم تناقشني ولا شو أنت مضعت في والله يا شيخ هنا بس الآية إن جعلهم في الأرض خليفة إما انفسر من القرآن وهو الذي جعلكم خلائف الأرض فخلف من بعدهم خلف ويجعلكم خلفاء الأرض ولو نشاءوا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون فكل ده قوم يخلف بعضهم بعض وليس الإمام إن جعلهم في الأرض خليفة مولانا هذا تفسيرك أنت مولانا جبت لك سبت تفسيري وتفسيرك وفسرت لك القرآن بالقرآن جبت لك حوالي 6 آيات فيها هو لذلك الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفق الدماء فعرفت الملائكة أن هم قوم يخلف بعضهم بعضهم مش إمام معصوم ولا إي حاجة مش إمام معصوم مولانا الملائكة عشوز تفهموا مولانا الملائكة ليش قالوا أنه أتجعل فيها من يفسد فيها لأنه أرادوا أن هذا الجنس قاد يفعل ذلك وكانهم علموا ذلك بعلم خاص من الله تبارك وتعالي وكانهم علموا أن سلمنا معك سلمنا معك مولانا أنهم علموا علم خاص أنه سوف يفسدون في الأرض طبيعي جدا بعلم خاص أو بأمر آخر يعني مش محصنان ولكن بحثي أني هوني لما قالوا أني جعلهم في الأرض خليفة أيعقل مولانا أن يكون الخليفة الذي جعله الله في الأرض هو مجرد إنسان ولا لا خليفة يعني أنه يخلط الله سبحانه وتعالى في إرساء حكم الله في إرساء شريعة الله خليفة بشو مولانا خليفة الله سبحانه وتعالى ما ربنا قال وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فَهَا الْرَبْنَا كَرَّمِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَتْ وَلَمْ يُكَرَّمِ الْكَافِرِينَ لا قرم الجميع قرم بني آدم أجمعهم ذلل لهم الأرض وجعل الأرض بساطة وذلل لهم الدواب اللي يركبوها ولينتفعوا بها ولينتفعوا ما في الأرض من الثمار والنباتات التي تخرج من الأرض ذلل لهم كل شيء وإني جعلهم في الأرض خليفة القوم يخلفوا بعدهم بعدما سنت عندكم التفسير الباطني قلت لك قوله واجعلكم خلفاء الأرض ما معنى واجعلكم خلفاء الأرض؟ مولانا بعدك عم تدخل بعدك بدائرة القياس مولانا عم تقيس هيد الأية على دائرة وكرراتها لا أنا ما بقص الآية أنا جبت لك المثل هو بعين أنتوا لا تؤمنون بالقياس بس أنا جبت لك المثل بالقوان مولانا عفوا 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 الأية بتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مش هيك؟ أكيد يسأل أرينا الآية طب هايدي الآية المباركة مولانا الصادقين ما المعرفة شو بتفهم من الصادقين؟ أقول لك من الصادقين يا شيخ؟ مين؟ هم المهاجرين وهجب لك الدليل مش قال البيت عفوا 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 هجب لك الدليل أهو للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فاتقوا الله يا نسبة أو كونوا معصا اتبعوا الصادقين المهاجرين اللي ربنا وعدهم بالجنة وأثنى من يتبعهم في الآية رقم 100 في صورة التوبة وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان والطبطبائي بيقولك الاتباعي للاكتداء رضي الله عنهم ورضوانا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار بس انتم تتبعوش المهاجرين ربنا بيقول بأن المهاجرين صادقين ومحمد بكر المجلسي بيقولك المهاجرين مرتدين ارجع إلى الفخر الرازي مولانا شفت يا عم الشيخ برجع لك للكرآن تقول لي الفخر الرازي من لا عليك اتجيب لي الفخر الرازي عنده أشياء طوام وأخطاء وضلالات وتاني حاجة أنا مش هرجع لعقل إنسان يفسر لي وأنا عندي التفسير الواضح البين ربنا سمى المهاجرين بالصادقين انت تعالى ربنا بيقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إزاي يكون مع الآئمة وهما صادقين وبيستخدموا التقية وبيخفوا الدين ده كذبين كده في دينك الى أئمة كذبين عندك مولانا 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 والقرآن الكريم إلا أن تتقوا منهم تقاط شو ما نيته أيها من الكفار مش من رمي عيسى ولا من أهل السنة والجماعة فلا إما كان الإمام يجي ليقول لك لعن الله زرارة ويقول له ايه يقول لك ها سأنا باستخدم التقية علشان خايف على زرارة يعني إزاي لا ويكونوا مع اللي بيستخدموا التقية بقى المفروض يتقوا لا ويكونوا مع الكذبين عياذا بالله وحاشة لقال البيت أن يفعلوا ذلك أيضا هذه من أكاذيب الإمامية الـ 22 على نفسك مولانا إذا أجي واحد لا يؤتلك مولانا هلأتني إذا أجي واحد حط سكيني عراء بتاك عرفت عليك كيف وقال لك افعل كذا وهذا فيه مصلحة أهم أن تحافظ على روحك استخدم التقية بتقول له لا بتقول الكلمة مولانا وما بتحافظ على روحك كده لا لا هستخدم التقية طيب إنت إيه رأيك في عائشة أم المؤمنين عائشة زوجة النبي ما سألتكش وأنا قلت لك يا زوجة إبراهيم أو زوجة سليمان ما أنا عارف إيه رأيك فيها عودي مولانا مبرئين عن الفاحشة ما سألتكش عن الفاحشة برضو هو أنا بقول لك يا وحشاء رضي الله ما يتهمش أم المؤمن الفاحشة لا واحد الله أعلم أمه جايبا منين مش عاربها ممكن من خرابة من فندق أنا بسألش حضرناك برضو لأن محدش يستطيع الميتام عرض محمد صلى الله عليه وسلم إلا هو يدعس على رأس اللي جابوه لكن أبسألك هل هي مؤمنة؟ أنا مولانا أنا بالنسبة لألك طبعا مؤمنة الله أكبر طيب قول أنت الآن شيخ أبو يحيا في بث مباشر ويستمع إليك المئال قول اللهم أحشرني أنا الشيخ يحيا وحسن نصر الله مع أم المؤمنين عائشة مولانا عزيزنا يا مولانا يعزيزنا متحرجنيش وإنتم بتستخدموا الطقية يا أبو يحيا ملهاش ملهاش دين الكاذب مالوش رجلين زي ما احنا بنقول في مصر فاانت استخدمت الطقية اهو وتقول ليإتكول الله ويكونوا مع الطقية الصادقين هم المهاجرين وهم الأنصار وكما أوصفهم الله تبارك وتعالي نصيحة لك يا أبو يحياuss او الله دعك من هذا المعتقد نشوف ملتوى عيني ملتوى صادقين حتى انت قلتني سكينة او يضاع على رقابتي انت ما في السكينة هوت واستخدمت الطقية عموما ارجع واقولك النبي لم يبلغ بأسام الائمة عندكم ومعتقدكم كله بخالف بالقرآن الكريم يا ابو يحيا وانا لقى ناصح اه انت يعني انت جاي تثبت عقابك وتتهم بدون ما تسمع مولانا شوال شوال طريقة مولانا اللي جاي انت اطلقت عليه كان هائل من الاتحامات اتحامات وايت 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 انا ما تركتش مجال اساسا تحت الف موضوع وما تركت مجال انت سلني عما تريد تفضل تفضل يا ابو يحيا سلني عما تريد او تكلم في ما تريد مولانا عزيز اذا ما نقصت لك حوار انت ما انك عم تستخدم الموضوعية انت حضرتك فاتح على بس مباشرة اول شي ما قلت لي ايه ده اول شي اصلي مش لازم اقولك لان احنا ان شاء الله ما بنتكلمش في حاجات اللي اتأذب ده احنا بنتكلم في دين وبتاع وكده مولانا اصلا لك ساعة بتزد اه بتزد كلام بزد كلام بتقول لي هاي دي هاي تفسير هاي تفسير هاي انا اسف انا اسف وتفضل انت تكلم في ما تريد او اختار الموضوع اللي تريد او سلني عما تريد وانا اقول لك ان انا باقتدي بسيدي ومولايا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب واقول لك سلوني قبل ان تفقدوني سلني عما تريد افا سكر خط وهرب ابو يحيا مولانا مولانا انت عم بتقول لي مولانا ما بتخبرني انه في البس المباشر ما بيستخدم التقية ليه ابو يحيا والله معتقد ضعيف معتقد هاش وها هم سادات الشيعة ومشيخ الشيعة في بيروت في لبنان الشيخ المسمى بيحيا علي الان لا حاولوا لكوة الا بلا بدأنا بالحذر عمل لحذر ورب الكعبة عمل لحذر ليه لانه صدم انه هو في بس مباشر وهو كان بيستخدم التقية وقشفت التقية ولم يستطع اثبات تنصيب الآئمة الاثنى عشر وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة